مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعون عربية الفيديو ماتر يوم هو على الإنستغرام وتحديدا كيف راح عرف من دايي تجسس عليه في الإنستغرام بعد التحديث الجديد قابل مع إبليش راح أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناة بلينبعون عربية باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي والجديد على قناة قناتي اسمها بلينبعون عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل في البداية مثل ما تعرفون بعض الأحياني صير اختراق للإنستغرام من بعض التطبيقات اللي أنت عادي تستعملها وأيضاً راح يدخلون على حسابك ويفتحوه من غير هاتف فلازم تعرف كيف راح تعرف هذا الشيء اختراق حسابنا راح ندخل على الإنستغرام وهذا حسابي K-H-A-L-D-E-D-1-2-3-5-3-5-5 بالتحديث الجديد تغيرت الإعدادات أدخل على Setting & Privacy أروح على Account Center هنا أول خيار راح تظهر عندي هذه الصفحة أدخل على Password & Security راح يظهر عندي هنا Save Login راح تظهر عندي هذه الصفحة أدخل على Save Login هذا الخيار لازم تفعله حتى يخزن المكان اللي دخلت أنت من عنده يعني على الهاتف نالتك بعدها راح أرجع إلى الوراء وبعدها راح أرجع أدخل هنا راح أنزل على نفس الشي Password & Security هذا الخيار اللي فعلته أول شي راح أنزل على الخيار الثاني Where you are Login أدخل عليه راح تظهر عندي هذه الصفحة أدخل عليها راح تظهر عندي الأجهزة اللي أنا داخل بيها قبل فترة أنا دخلت لقيت واحد فاتح حسابي من غير مدينة مع العلم أنه أنا ما أحمل تطويقات ولا أدخل يوم أمس كنت داخل شركة آيفون سألتهم قالوا أنه أنت تفتح شبكة واي فاي خارجية ممكن يكون داخلها أي فيروس هو اللي دخل عليك لكن أنا أستبعد هالشي بعض التطبيقات اللي أنا أدخل بيها اكتشفت أنه هي اللي تدخل على حساباتي والآن لو ظهر هنا عندك أي جهاز غريب فقط أعمل لتسجيل الخروج راح تخلص منه وتخلص من هذه المشكلة وحاول أن نتغير الباسورد هذا الحبيت أشرح لكم إياه بنهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفادته منه لا تنسوا ندعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك و لايك فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من بلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة تبوها بالرسائلاني حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة شكرا لكم